السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل طفل يحاور الشمس إذن دائما مرجع منار لغة العربية سنجيب عن أسئلات الجزء التاني لكن قبل ذلك سنذكر بمضمون الجزء الأول إذن في الجزء الأول تعرفنا على سعيد الطفل الذكي الذي يحب معرفة كل شيء محب للإستطلاع يريد أن يعرف أسرار الشمس خاطبته الشمس وكان وقت الغروب يقترب فضربت له موعدا في اليوم الموالي لكي تخبره وتشرح له أسرارها الغريبة إذن بما أن حكايتها طاولة إذن لا يكفي الوقت يعني وقت الغروب لكي تخبره جميع أسرارها فضربت له موعدا في اليوم الموالي إذن الآن سنقرأ الجزء التاني لنتعرف أسرار الشمس قال سعيد ما هذه الحقيقة؟ أياتها الشمس اللطيفة فأجابته الشمس أنا لست قرصا صغيرا كما تراني ولكني أكبر مما تستطيع عينك أن ترى بل أكبر من الأرض التي تعيش عليها بمرات كثرة قال سعيد وكيف ذلك؟ فردت عليه الشمس تقول أجل أنا كبيرة هكذا ولكنك تراني صغيرة لأني بعيدة عنك بعدا شاسعا لا تستطيع أن تصدقه بسهولة قال سعيد ولماذا أنت بعيدة بهذه الصورة؟ ألا تحبيننا؟ فأجابته بلى يا سعيد أنا أحبكم ولأني أحبكم ابتعدت عنكم ولو اقتربت منكم لأحرقتكم وأحرقت كل ما في الأرض قال سعيد مستغربا كيف تحرقيننا وتحرقين كل ما على الأرض؟ ألست تحبيننا كما تقولين؟ فأجابت الشمس ألم أقل لك لأني أحبكم ابتعدت عنكم؟ سأشرح لك كل شيء عند الغروب الآتي فاذهب الآن إلى بيتك وبلغ سلامي إلى أمك نهاية الجزء الثاني إذن لاحظوا معي الجزء الثاني عبارة عن حوار إذن سنجيب عن أسئلة الجزء الثاني أو المقطع الثاني إذن أفهم سؤال أول ما الحقيقة التي أخبرت بها الشمس سعيدا؟ إذن أخبرت الشمس سعيدا أنها ليست قرصا صغيرا بل أكبر من الأرض عشرات المرات سؤال الثاني ما الذي يحدث للأرض لو اقتربت منها الشمس؟ إذن بطبيعة الحال سترتفع درجات حرارة الكوكوب وبالتالي ستستحيل الحياة إذن لا يمكن الإنسان أن يعيش إذن إذا اقتربت الشمس قليلا وارتفعت درجات الحرارة من مثلا ثلاث أو أربع درجات لا يمكن الإنسان أن يعيش إذن عند اقترب الشمس من الأرض ستزداد حرارة الأرض لدرجة تستحيل الحياة على سطحها سؤال الرابع ما الموعد الذي حددته الشمس للقاء سعيد؟ إذن الموعد أو حددت الشمس وقت الغروب الآتي كموعد للقاء سعيد إذن أخبرته أنها ستلتقي به في وقت الغروب كي تكمل له شرح لماذا هي بعيدة عن الأرض ولماذا لا تقترب من الأرض إذن السؤال الموالي سؤال أول من أحلل أضع علامة في على الجواب الصحيح موضوع الحوار بين سعيد والشمس هو تأثير الشمس في الأرض مخاطر اقتراب الشمس من الأرض مصير الأرض والشمس إذن الجواب الصحيح هو مخاطر اقتراب الشمس من الأرض القصد من هذا الحوار هو شرح معلومات علمية تتعلق بالشمس تعريف الطاقة الشمسية أو تغيير نظرة سعيد إلى الشمس إذن الهدف من هذا الحوار الذي جمع بين الشمس وسعيد هو تغيير نظرة سعيد عن الشمس إذن فهو يراها صغيرة جدا لكن حقيقة فهي أكبر مما نرى أكبر بكثير مما نرى أو ما تبدو عليه بالنسبة للعين البشرية سؤال الثاني أستخلص من الحوار مظاهر شخصيتي سعيد إذن كما قلت من مظاهر شخصيتي سعيد أنه الذكي الذكاء حب المعرفة إذن فهو يريد أن يعرف كل شيء الفضول وحب الاستطلاع إذن هذا الطفل يعني فضولي يحب معرفة الحقائق ويبحث عن الحقائق سؤال الثالث أحدد أدوات الاستفهام ومعانيها وجوابها في هذا الحوار إذن أدوات الاستفهام المستعملة إذن سنعود إلى النص إذن لدينا إذن السؤال الأول ما؟ إذن ما هذه الحقيقة؟ ما؟ لدينا كذلك وكيف ذلك؟ كيف؟ كيف ذلك؟ ثم لدينا لماذا؟ إذن سأختار إذن ما؟ كيف؟ لماذا؟ إذن هذه الأدوات إذن ما؟ يستفهم بها عن غير العاقل هنا ما المراد بها حقيقة الشمس إذن الشمس ليست بعاقل إذن ما؟ كيف يستفهم بها عن الحال؟ لماذا يستفهم بها عن السبب إذن السبب يريد الطفل معرفة السبب إذن نتميم السؤال الأخير إذن سنلخص المقطع الثاني في ست جمل إذن المطلوب منه أن نلخص المقطع الثاني إذن بطبيعة الحال إذا لاحظتم المقطع الثاني فهو عبارة عن حوار إذن سأقترح عليكم التلخيص الآتي إذن يدور المقطع الثاني حول حوار دار بين سعيد والشمس التي أطلعته على حقيقتها بأنها كبيرة الحجم وأنها بعيدة جدا عن الأرض بشكل يسمح باستمرار الحياة على سطح كوكب الأرض إذن الشمس أطلعت سعيد على حقيقتها وغيرت نظرته عن حجم الشمس إذن فهي ترى أو ترى لنا إذن من الكوكب من كوكب الأرض ترى بأنها صغيرة أو تبدو أنها تبدو وكأنها أصغر من الأرض لكن العكس صحيح فهي أكبر عشر مرات من كوكب الأرض إذن هنا الشمس تريد تغيير هذه النظرة إذن لسعيد لكن لم تشرح بعد سبب ذلك إذن فقط غيرت أو أخبرته بأنها أكبر حجما مما تبدو عليه لكن لم تشرح بعد سبب ذلك وأهميتها بالنسبة لكوكب الأرض إذن ذلك سيأتي في المقطع الثالث إذن أصدقائي إلى هنا سننهي هذا الفيديو إذن الفيديو القادم إن شاء الله سنجيب عن أسئلة المقطع الثالث كنا في الموعد إلى اللقاء